نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء مصابقة 30 ألف معلم نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022-2023 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مصابقة 30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المصابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة وأوضحت الوزراء أن العمل جار على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين دوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يتم التقديم في المصابقة إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية